لن تصدق ماذا يحدث لك عندما تشرب مزيج القهوة مع القرنفل فوائد لا تحصى للقهوة مع القرنفل ستجعلك تشربها كل يوم خصوصا إذا كنت تعاني من السكر، الضغط، القلب، الكبد، الكلا، لبروستاتا، الضعف ستتعرف على الشفاء السحري لكل هذه الأمراض من خلال هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية ولكن قبل أن نبدأ وفضلا وليس أمرا لا تشاهد وترحل ولكن أكرمنا بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والله ما رأيتم صليا على النبي إلا وقد جبر صلوا عليه وادعمنا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد وإذا كنت قد شربت القهوة أو القرنفل أوقف الفيديو للحظة واضغط لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس حتى نعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحبا بكم من جديد لعشاق القهوة لدينا مفاجأة سارة لكم هل سبق لكم تجربة تناول فنجان قهوة مع إضافة بعض حبات القرنفل هذا المزيج ليس فقط له طعم شهي ومميز بل يحمل العديد من الفوائد الصحية التي قد لا يعرفها الكثير من محبي القهوة إذا كنت تسعى للوقاية من مرض السكري وصرطان الكبد أو تعزيز صحة قلبك والحفاظ على سلامته من الأمراض فإن إضافة القرنفل إلى كوب القهوة قد يكون خيارا مفيدا بالإضافة إلى ذلك يمكن لهذا المشروب أن يخفف بشكل كبير من آلام الأسنان الشديدة وليس هذا فقط فتناول هذا المشروب سيعزز مناعتك ويحمي عظامك من خطر هشاشة العظام وإذا كنت تبحث عن منشط جنسي قوي فقد تلاحظ الفرق عند تناول هذا المشروب هذه فقط بعض الفوائد العديدة التي ستحصل عليها عند إضافة القرنفل إلى كوب القهوة الخاص بك يعتبر القرنفل نباذ ذو رائحة عطرية قوية وله فوائد عديدة لذا يتم إضافته إلى بعض المشروبات مثل القهوة بعض الدراسات تشير إلى أن المركبات المفيدة الموجودة في القرنفل يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الكبد وقد يكون مركب الأوغينول مفيدا جدا بشكل خاص للكبد كما أن القرنفل يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة بالإضافة إلى مضادات الأكسادة في المجمل يمكن لمزيج القهوة والقرنفل أن يوفر لك العديد من الفوائد الصحية لذا لما لا تجرب هذا المشروب اللذيذ والمفيد وتستمتع بالفوائد الصحية المتعددة التي يقدمها ألا تتساءل عن كيفية تحضير هذا المشروب الساحر؟ تابع الخطوات التالية قم بتجهيز قدر صغير أضف كمية مناسبة من الماء إلى القدر ضع ملعقتين صغيرتين من القهوة مع بعض حبيبات لقرنفل يفضل بعض الأشخاص إضافة القرفة لتعزيز نكة المشروب قم بتحريك المكونات جيدا حتى تمتزج ضع القدر على نار خفيفة حتى يغلي المزيج تمتع بمشروبك اللذيذ والآن سنتناول الموضوع الذي يهمك ما هي فوائد مزيج القرنفل والقهوة؟ القهوة والقرنفل يتميزان بقيم غذائية عالية عند مزجهما معا ستحصل على فوائد صحية مذهلة هذا المشروب السحري يحتوي على فيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين بي ثري وحمض الفوليك وفيتامين اي وليس هذا فقط بل يوفر المشروب العديد من العناصر الغذائية الأخرى المهمة لصحتك العامة مثل الحديد والفسفور والسوديوم والبوتاسيوم والزينك بالإضافة إلى الكربوهايدرات والدهون والطاقة فهل يمكن أن يساعدك تناول هذا المشروب بانتظام في الحفاظ على صحة جسمك والوقاية من الأمراض؟ بالطبع نعم مرة أخرى تعال معي لنتحدث عن القلب عزيز المشاهد معظمنا يعلم أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفيات على مستوى العالم لكن هل تسألت يوما عما إذا كان بإمكاننا الوقاية من هذه الأمراض من خلال تناول بعض الفواكه أو الأطعمة أو المشروبات المختلفة؟ الجواب هو نعم بالتأكيد وذلك من خلال صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب ستجد العديد من الفيديوهات التي تسلط الضوء على الأطعمة والمشروبات المختلفة التي يمكن أن تساعدك في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب أحد هذه المشروبات هو مزيج القهوة والقرنفل الدراسات أظهرت أن تناول القهوة بانتظام يمكن أن يقلل من خطر فشل القلب بنسبة 11% وقد تزيد هذه النسبة عند إضافة القرنفل إلى القهوة بالنسبة لصحة الكبد يحتوي كل من القرنفل والقهوة على مضادات الأكسدا التي تساعد بشكل كبير في حماية الكبد من الإصابة بالسرطان عن طريق منع الجذور الحرة للخلايا السرطانية فيما يتعلق بالصحة الجنسية يمكن أن يكون مشروب القهوة والقرنفل مفيدا للرجال والنساء على حد سواء يعزز هذا المشروب الرغبة الجنسية ويحسن مستوى الخصوبة ويقي من الأمراض التي قد تصيب لبروستاتا العناصر الغذائية الموجودة في القرنفل والقهوة تزيد من مستويات هيرمون التستسترون لدى الرجال هذا الهيرمون هو المسؤول عن زيادة الاستثارة أو الرغبة الجنسية عند الرجال والنساء على حد سواء لكن قد يتساءل البعض للتأكيد هل هذه الفوائد الجنسية مثبتة علميا؟ بالطبع عزيز المتابع أجريت العديد من الدراسات حول القهوة والقرنفل ومن بين هذه الدراسات أجريت واحدة في جامعة أليغار الهندية على مجموعة من الأشخاص السليمين لدراسة فعالية القهوة والقرنفل في زيادة الشهوة الزوجية وعلاج مشاكل الصلابة مقارنة بالدواء المعروف سليدي نافيل تم إعطاء الأشخاص جرعى من مستخلص القرنفل مع جرعى من مشروب القهوة يوميا ومراقبة النتائج المتعلقة بنشاط الأشخاص الزوجية أظهرت نتائج الدراسة أن مشروب القهوة والقرنفل له تأثير إيجابي على الاستثارة الزوجية وعلاج مشاكل أخرى مثل ضعف الصلابة وسرعة القذف ومع ذلك يفضل الاعتدال في تناول هذا المشروب حيث أن الجرعات العالية من الكافيين قد تؤثر على الحيوانات المنوية بالنسبة للبروستاتا يعتبر هذا المشروب فعالا في حماية البروستاتا من خطر الإصابة بالأمراض التي قد تصيبها مثل التهاب البروستاتا وسرطان البروستاتا السر في ذلك يكمن في مضادة الأكسادة الموجودة في كل من القهوة والقرنفل التي تعمل على منع الجذور الحرة للخلايا السرطانية بالإضافة إلى مقاومتها للبكتيريا والجراثيم مما يحافظ على صحة البروستاتا بشكل كبير بالنسبة لضغط الدم قد يؤدي تناول القهوة بكميات كبيرة إلى زيادة مؤقتة في ضغط الدم بسبب الجرعات العالية من الكافيين ومع ذلك يمكن أن يكون إضافة القرنفل إلى القهوة مفيدا في تنظيم ضغط الدم حيث تساعد مضادة الأكسادة الموجودة في القرنفل مثل اليوغينول على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية عند إضافة القرنفل إلى القهوة ستحصل على قلب سليم وأوعية دموية ناشطة وضغط دم مستقر ومعدل ضربات قلب منتظم أما بالنسبة لآلام الأسنان فإن مشروب القهوة مع القرنفل يساعد في تخفيف آلام الأسنان بشكل مؤقت يعود ذلك إلى احتواء القرنفل على مركب اليوغينول الذي يعمل كمسكن للألم بالإضافة إلى تسكين آلام الأسنان يساعد مشروب القهوة مع القرنفل في التخلص من الروائح الكريهة الموجودة في الفم وتحسين صحة الفم العام فيما يتعلق بمرض السكري يساعد تناول القهوة مع القرنفل في السيطرة على مستويات السكر في الدم عن طريق محاكاة الأنسولين بطرق معينة كما يقي من إصابة الشخص بمرض السكري بشكل كبير وبالنسبة لصحة العظام يساهم تناول مشروب القهوة مع القرنفل في زيادة كثافة العظام والوقاية منها شاشة العظام السر في ذلك يعود إلى العناصر الغذائية الموجودة في كل من القهوة والقرنفل حيث تلعب مركبات الفينول مثل الأوغينول دورا هاما في الحفاظ على كثافة العظام أخيرا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من تقلبات المزاج يحسن مشروب القهوة مع القرنفل من الحالة المزاجية بشكل كبير عن طريق التخلص من مشاعر التوتر والقلق لم تنتهي الفوائد بعد عزيز المشاهد يمكنك مكافحة الجراثيم والبكتيريا وتعزيز جهاز المناعة وتحسين الصحة العقلية والوقاية من الأمراض المرتبطة بها مثل مرض باركنسون ومرض الزهايمر والجلطات الدموية من خلال تناول مشروب القهوة مع القرنفل بالنسبة لصحة الجهاز الهضمي يساعد هذا المشروب على التخلص من معظم المشاكل المتعلقة بالجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات وغثيان الصباح واذا كنت تعاني من الصداع المزعج فستلاحظ اختفاء الصداع بعد تناول هذا المشروب بفترة قصيرة الان بعد ان عرفت تلك الفوائد ما رأيك في تجربة مشروب القهوة مع القرنفل ومن ثم مشاركة رأيك في التعليقات بعد التجربة الى هنا عزيز المشاهد هذا كان كل ما لدينا اليوم لا تنسى مشاركة الفيديو وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة شكرا لكم على المشاهدة ودمتم بخير جميع حقوق التأليف والنشر محفوظة فقط وحصريا لقناة الوصفات الزوجية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة